خاض العديد من السودانيين رحلة شقاء مضنية هربا من النزاع في بلدهم إلى مصر المجاورة حيث وجدوا تحديات روتينية وبرقراطية لكن أيضا أشخاص يهتمون بهم ويوفرون لهم المأوى والغذاء على الحدود وتحت أشعة شمسا حارقة تنتظر مئة العائلات الوافدة من الخرطوم السماح لهم بالعبور إلى مصر التي تعف النساء والأطفال والمسنين من تأشيرة دخول نصرف إزاي بس إلا يكون في رحمة بالنسبة للسوداني عام الموجودين من المنظمات العالمية والأمم المتحدة وغيرها تتحرك بسرعة لأنه دي كارسة كل ما طالت قطال عمد الحرب فهنا بتصهر كوارس ومنذ اندلاع القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدهم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في الخامس عشر من نيسان أبريل وصل إلى مصر أكثر من مائة واثنين وثلاثين ألف لاجئ من بين ثلاثمائة وتسعة عشر ألفا تركوا السودان وفق منظمة الهجرة الدولية والله أنا حاليا شغال بنجمع الناس اللي اشتردوا من الخرطوم اللي جوا الشمالية أيام الكارسة والحرب الناس اللي اشتردوا جواه وضيفناهم عندنا في الشمالية وقاعدين نرحل نجيبهم هنا لحد أصوان كما أثادت المنظمة الأممية بنزوح أكثر من مليون شخص داخليا بسبب الحرب التي خلفت ألفا وثمانمائة قتيل وألاف الجرحة وأجبرت الملايين على ملازمة منازلهم في ظل شح الماء والمواد الغذائية وانقطاع الكهرباء والاتصالات وبعد وصولهم إليها يقبلوا متطوعون مصريون للاهتمام بهم وتقديم الماء ووجبات الطعام الساخنة التي افتقدوها منذ بدء رحلة فرارهم من الخرطوم ويعتقد العديد من اللاجئين السودانيين الذين تحدثوا لفرانس براس أن عودتهم إلى وطنهم قد لا تكون ممكن قبل وقت طويل وحتى عقودا من الزمن اشتركوا في القناة